آن الأوان كي نمر إلى الوحدة الثانية من هذا المقرر كنا تعرضنا في الوحدة الأولى إلى المقصود بالتربية وكنا رأينا فيها هذا أولاً وكنا رأينا فيها التربية من جهة معناها من جهة مفهومها من جهة معناها مفهومها ثم من جهة تعريفها ثم من جهة طبيعتها ثم من جهة موضوعها ثم من جهة أهميتها ثم من جهة أخيراً أهدافها هذا كان إذن موضوع الوحدة الأولى من مقرر مقدمة إلى التربية وآن الأوان كي نمر إلى الوحدة الثانية التي تحمل عنوان خصائص ووظائف التربية والمقصود بالعلوم التربوي إذن واضح من خلال هذا العنوان للوحدة الثانية أن الأمر يتعلق بثلاث عناصر أساسية في هذه الوحدة أولاً خصائص التربية واحد ثانياً وظائف التربية وثالثاً المقصود بالعلوم التربوية طيب ما هي أهداف هذه الوحدة الثانية من مقرر مقدمة إلى التربية تسعى هذه الوحدة كما هو يعني على الشاشة واضح على الشاشة في هذه القائمة تسعى هذه الوحدة إلى أن يتعرف الطالب على ماذا؟ أولاً على خصائص العملية التربوية هذا إذن الهدف رقم واحد الهدف رقم اثنين هو أن يتعرف الطالب على وظائف التربية الهدف رقم ثلاثة هو أن يتعرف الطالب على المقصود بالعلوم إذن التربوية من جهة ماذا العلوم التربوية؟ من جهة أهميتها من جهة فروعها من جهة علاقتها بالعلوم الأخرى ثم أخيراً من جهة أهمية تلك العلوم بالنسبة العلوم التربوية والنفسية بالنسبة للمعلم هذه هي إذن ثلاث أهداف رئيسية لهذه الوحدة لكن الهدف الثالث هو هدف إذن لديه أربع تفريعات ترجمة نانسي قنقر